العالم كله وحديث الساعة على مستوى العالم عن أزمة تضخم كبيرة وارتفاع الأسعار احنا بنتكلم على مستوى العالم وبشكل غير مسبوك الـ CNN بتقول وبتناقش CNN بتقول وبتناقش كمان انه معدل التضخم العالمي وصل لأعلى مستوياته من 2008 الـ Ant Bandit بتطرح سؤال وبتقول هل ارتفاع التضخم بينزر بأزمة عالمية بريطانيا بتقول وبتعترف ان مبيعات التجزئة عندها بتتراجع على نحو غير متوقع الشرق الأوسط بتقول لحضراتكو ان فاتورة الطاقة بتهدد الصناعة الأوروبية وفي مطالبات بالضغط على موسكو بنك الدولي حذر من ارتفاع التضخم مع زيادة أسعار الطاقة ده مؤسسات ودي منقشات اللي جاي بقى اللي حقوله لحضراتكو ده ده تصرحات من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفعل قالت ايه؟ قالت وبشكل رسمي ان أسعار الخبز والرز عالميا ارتفعت بنسبة 33% شهر أغسطس اللي فات وارتفع كمان مع الرز ومع الخبز العديد من السلع زي الزيوت وزي الحبوب وزي اللحوم قالت كمان منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفعل انه ليس من المرجح ان تتحسن المشكلة بسبب الطقس القاسي وارتفاع تكاليف الشحن والأسمدة واختناقات الشحن ونقص العمالة كمان تضاقل احتياطيات العملات الأجنبية حيؤدي لأعاقد قدرة بعض الدول على استراد الغزاء ده اللي العالم بيقوله احنا في مصر جزء من العالم احنا مش لوحدنا كده ومش بركة وبتبعا يا جماعة احنا جزء من العالم هل مصر حتتأثر باللي بيحصل في العالم احنا محتاجين نهتم قوي بمسألة التضخم العالمي ومدى تأثيره وتدعياته علينا في مصر يعني انا بطالبه بشكل مباشر وسريع بشكل مباشر وسريع لازم المجتمع المدني المصري ومؤسسات النقدية المؤسسات اللي ليها علاقة بالموضوع والمؤسسات الاقتصادية اللي ليها علاقة بالموضوع لازم يحصل مؤتمرات مش مؤتمر واحد مش مؤتمر واحد في يوم ويخلص ونتكلم فيه ويبقى كلام ابن عم حديد وخلص لأ احنا محتاجين مؤتمرات تشرح للناس وتشرح لنا ايه اللي بيحصل في العالم وإيه اللي ممكن انه يعود على مصر والتدعيات إيه اللي ممكن تحصل نتيجة اللي بيحصل في العالم محتاجين عول مأنا الاقتصاديين والأسات زيط الاقتصاد اللي موجودين في مصر محتاجين المتخصصين في مصر محتاجين حتى المصريين اللي بره في العالم في المؤتمرات يتفتح معهم زوم ويتفتح معهم تواصل ويقولون رأيهم ايه ويقولون ايه اللي بيحصل في العالم وتأثيره ايه على مصر احنا محتاجين اللي يشرح لنا جماعة محتاجين لان احنا مش منعزلين عن اللي بيحصل في الخارج احنا بنستورد حاجات كتير قوي ايزا اقول لحضراتكو انه الموازنة العامة للدولة لما تحطت تحط فيها ان سعر البترول 60 دولار للبرميل وده كان اعلى سعر ساعتها يعني الموازنة الدولة حطت السعر ده على اعلى سعر كان ممكن يحصل اللي هو 60 دولار النهاردة برميل البترول تجاوز 85 دولار فيه مشكلة فيه مشكلة عالمية وفيه تدعيات على الداخل فيه مسئولية مجتمعية لازم تحصل وباقصى سرعة الشرح والفهم مهم جدا جدا للناس لانه احنا جزء من العالم محتاجين نفهم الوضع محتاجين بس حد مؤتمرات ومتخصصين في الصحافة وفي الاعلام وزي ما بقول لحضراتكم مؤتمرات قوية جدا فيها متخصصين فهمين في الشأن ده محتاجين انه هما يشرحوا لنا الوضع الحالي وانا لما بتكلم على الشرح بتكلم على الشرح يعني شرح الوضع الحالي انا لا عايزة للتهويل ولا عايزة تهوين لا عايزة حد يرعبني ولا حد يقول لي لا احنا تمام ما حد شيء لا لا الشرح الوضع الحالي اللي بيحصل واحد اتنين تلاتة وبناء عليه الموضوع ده مكمل هيعود فترة قد كده طب انعكاسوا ايه علينا في مصر عايزة اقول لحضراتكم انه عرض الاخبار بتقول ايه عن لبنان انا بدي حضراتكم بس ان انا من مدرسة ان احنا لازم نعرف ايه اللي بيحصل حوالينا النهاردة في لبنان راتب المواطن اللبناني اصبح يوازي اربع صفايح بنزين المواطن اللبناني عشان ينزل يحط بنزين في عربيته بيحط بنزين يكفيه اربع تيام بالمرتب بتاعه مش كده بقول لحضراتكم احنا مش في معزل عن العالم ومحتاجين نفهم لان احنا كشعب ومع التجارب اللي فاتت الحقيقة لما بنفهم بنتقبل اشياء كتير واحنا زي ما بقول لحضراتكم لحنا في معزل عن العالم ولحنا لوحدنا في الكوكب فانا بارجو ان المؤتمرات دي تحصل باقصى سرعة نفهم الناس تعال على فكر الموضوع في العالم كذا وكذا وكذا امريكا فيها كذا اوروبا فيها كذا موسكو بتعمل كذا احنا في مصر الوضع كذا المحيط حوالينا وفي الامارات والسعودية فيه كذا مشكلة التضخم العالمي والزيادة العالمية غير مسبوقة في الاسعار لازم احنا نفهمها لانه احنا جزء من العالم ده حينعكس علينا ما 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 فياش كلام نستورد حاجات كتير ما فياش كلام فبالتالي طب احنا ممكن نعمل ايه احنا ممكن نعمل ايه كحكمة متخصصين يقولوا اراءهم احنا كافراد على فكرة احنا كشعب احنا ك ك كمسئولية مجتمعية ممكن نعمل ايه عشان نحمي نفسنا من ده انا بتصور ان ده الموضوع ده في غاية الاهمية النهاردة حنناقش الموضوع ده يكون معانا من واشنطن باسم ابو سمية الباحث والخبير في الاقتصاد السياسي عبر التليفون او عبر زوم حسب الزروف ما تحصل ويقول لنا الوضع مسلا في امريكا عامل ازاي موضوع لازم نتكلم فيه يوميا لازم نتكلم فيه يوميا لانه حديث العالم بنتكلم في طاقة بنتكلم في اكل وشرب ترجمة نانسي قنقر